موسيقى نحن عندنا مبادرة باستخدامات الدرون في الكوارس أو استخدامات عامة في التصوير، الزراعة، الأوبئة، الكوارس فهي عندها استخدامات كثيرة استخدامات التكنيكل هي تسهل على الناس أو على الدولة ذاتها حياة كثيرة منها توصيل الأدوية، توصيل الأدوية المنقذة للحياة وتوصيل العينات اللي هي مفروض تصل بسرعة بالإضافة إلى تعقيم الشوارع، بالإضافة إلى نقل الرسائل للناس اللي في الحجر ممكن نحن في الحجر، في الحجر المنزل أو الحجر في المستجفيات بالدرون لدينا نصلهم، نرسلهم رسائل إيجابية، ممكن نراقب بيها الحركة في الشوارع أثناء ساعة الحزر ممكن نعود بيها حياة كثيرة، وهي الدرون زاتا بتقسم لعدة أنواع منها الدرون زراعية، الدرون بتاعت التصوير، الدرون بتاعت التطارس، وفي تاني 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 في أمسلة كثيرة فالدرون زاتا عندها شركات مدعددة، لكن نحن نستخدم درون من شركة دي جي آي اللي هي سرعتها مية وعشرين كيلومتر، بتمشي تمانية كيلو مسافة من النقطة بتاعت الانطلاق بتطلع فوق، اللي أعلى اللي بتطلع بتطلع خمسمية متر اللي هي نصف كيلو بتصور فوركي، ستين فريم، دل الناس اللي بفهموا في التصوير الريزوليوشن بتاعها عالي شديد، السيفتي بتاعها عالية بطريقة يعني عجيبة اللي هي يعني ممكن هي يعني بطاريتها بتقعد قريبة لأربعين دقيقة لو مستمت مشت مسافة تمانية كيلو ما هتجدت ترجع، هتمشى بعد هتجي محل جامت، محل النقطة الجامت منها الوضع الحالي ده على مستوى العالم وينتشار جائي حد كورونا ونحن بنعتبره زي ما يعتبره العالم كله وباء عالمي فنحن مجموعة من الشباب، اتقدمت مجموعة من المبادرات كل المبادرات بتصب في قالب معين فنحن فكرنا نجيب قالب غير على اساس انه يعني يكون فيه نوع من التجديد والجاذبية فالفكرة جات في انه نحن نجتهد في مكافحة الوباء بطريقة معينة فجاتنا الفكرة بتاعت انه نستخدم الدرون اللي هي الطائرة المسيرة في توزيع الكمامات وهي زي ما يتكلم اخونا محمد استخداماته كبيرة فنحن في الحتة دي بالذات حاولنا نستخدمها باعتبار انها حتكون حاجة غير او حتكون حاجة مختلفة لعامة الشعب السوداني فجبنا الدرون وجبنا مجموعة من الكمامات ربطناها زي ما الناس هتشوف في الفيلم بصندوق والصندوق طبعا هيكون معقم والكمامات ذاتها كمامات معقمة الطيارة دي نحن بنسيرها في الاسواق في اماكن السكان ممكن نستخدمها في انه توصل الكمامة لأعلى من الابراج للسكان في الابراج اللي ما قادرين مثلا ينزل ويستخدموا الكمامة ممكن نوزعها نوصلها لحد الاماكن بتاعة الحزر الصحي نوصل الكمامة نوصلها باعتبار انه الشخص الماشي في الشارع لما الطيارة تقف قدامه على اساس انه تقول لهشي الكمامة في ناس في فترة من الفترات ما عندهم شبه عدم قناعة بانتشار الوبا على المدى ده فنحن لما نفكرنا في الفكرة دي باعتبار انه دارين نوصل له يا اخي الوبا دماشه منتشر ولازم تستخدم الكمامة والزول اللي بيقول لنا ما عندي كمامة اول ما وصلته الكمامة تصل في محله ويستلمه ونخليه ليحد ما يلبسه بعد ذا كيف النهاية مساهمة يعني مختلفة على مستوى العالم يعني احنا الليلة في في ظرف ظرف يعني يكاد يكون يعني يعني يتوجب علينا انه لازم نفكر في كيف انه ممكن نقدر يعني نستخدم الالة ولا التكنولوجيا في مزالة انه يعني نقدر نوفر جزء من الخدمات الممكن نقدر عليها والحمد لله بعون الله نقدرنا في في المبادرة دي ان نغطي تغطية عالية جدا في استخدامات الدرون المختلفة من توزيع كمامات ويرشادات وتوصيل ادوية في 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 المناطق المحتاجة لها او المناطق الممكن تكون مناطق وبائية فدي مبادرة جميلة ونتمنى انه الشباب كلهم ودي من المنصة دي ان احنا ندعو كل شباب الممكن عندها اي امكانية في استخدام التكنولوجيا في انه تقوم تخدم الظرف المتاحة الليسان احنا داخلين فيه يحاولوا يدعملوا معها فدايما منحاول بقدر الامكان نوصل لجماعة اشيء الايجابي ان احنا في ظروف ظروف صعبة جدا امكانياتنا معروفة في مسائل ايجابية من خلال السوشال ميديا ونتمنى ونتمنى انه تستخدم التكنولوجيا في طريقة صعبة